فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نعم اليهود لما قال الله لهم ادخلوا الباب سجد وقولوا حطة فأمرهم أن يسجدوا لله عز وجل عند دخولهم وأن يستغفروا ويقولوا حطة يحط عنا ذنوبنا فهم بدلوا الفعل فدخلوا يحبون على أستاههم بدل السجود لم يسجدوا وبدلوا قول حطة بحنطة زادوا النون يعني حبة حنطة لأنهم يحبون الأكل بدلوا الاستغفار بقول حنطة فهذا معنى قوله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون فهذا من التبديل فكوننا ننتقل من عيد الإسلام إلى عيد الشرك هذا من التبديل الذي ذم الله فاعله وتوعده شكرا للمشاهدة